الموقف المصري اعتقد انه يتحرك وفق اطار استراتيجي مش بالقطعة ولم يغادر التفاصيل لكنه لم ينسى العنوان الكبير صحيح هو موقف الحقيقة زكي بينتقل انتقال زكي ما بين الرؤية للأداف الاستراتيجية وايضا المواقف الموجودة على الارض اللازم تتحل فبالتالي ما نسيش ابدا ان فيه هدف استراتيجي مهم واقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وعلى حدود خمسة عينة سبعة ستين ودايما بيشرح الموضوع ده للعالم كله على فكرة فيه بعض الناس في العالم مش فهم الموضوع او مش فهم بصورة صحيحة او مش فهم ان ده العلاج الامسل من كتر الالة الاسرائيلية اللي بقالها سنين منفردة بالعالم كله وليهم تأثيرات على مركز سنوة القرارة في العالم فنقدر نخل نقول ان الموقع في المصر يخلي علام كله يتكلم في حل الدولتين دلوقتي مكانش بيتكلم الكلام ده قلص يبقى دي اول نقطة النقطة التانية وهو احياء المفاوضات باستمرار بعد ما الامل يعني يضمحل ويتقلص وتقف المفاوضات والناس كلها بتفقد الامل اللي بيحيق المصريين وعندهم خبرة عالية جدا في التفاوض وتجميع اطراف المشكلة وايضا النقطة باكرة تاني احياء دايما التفاوض لما المشكلة بينهم تتفاقم ويمشوا ويسيبوا المفاوضات هتلاقي دايما الموقف نصي شغال في النقطة دي كويس جدا على ما صار متوازي النقطة المهمة جدا وهو المساعدات والاسرار على ادخالها لان ده مهم جدا الناس دي محتاجة مساعدات وحتى لما المساعدات بتوقف بنخش نعمل اسقاط جوي لسا كان نباح في اسقاط جوي هو مستمر باستمرار على شمال غزة ودي نقطة مهمة جدا لانه انا لو تساب الفلسطين بدون مساعدات هيصل يعني الوضع الانساني هتفاقم كبير جدا فدي نقطة واضحة جدا في الموقف المصري النقطة المهمة جدا شرح الموقف الفلسطيني بكل ابعاده الاستراتيجية والابعاد الموجودة حاليا على الارض لكل دول العالم عشان كده هتلاقي في بعض جماعة العالم جوم هنا دايما الوزير الخارجية الامريكي لما بيزول بييجي هنا بحط العالم كله في الموقف الصحيح للقضية الفلسطينية عشان هتلاقي كده العالم بتكلم نفس اللغة المصرية النقطة المهمة الاخيرة وهي البعد القانوني ده بعده مهم جدا ومصر دخلت فيه وده ازعج اسرائيل كثيرا يا الحقيقة منضمت الى الدعوة بالضبط كده بالضبط كده برضو النقطة اللي هو القدرة على التواصل مع اسرائيل بشكل مباشر وده نقطة كويسة وانا دايما فيه ناس تقول لك لا ما نقطع العلاقات ولا انا شايف انه هو وجود قنوات الاتصال مباشرة ده مهم جدا على الا الا عشان اخش اعمل اسقاط وانزل المساعدات عشان لما هيب اطراف المفاوضات اجيبهم بسرعة ده نقطة يعني خلينا نتكلم بشكل عملي ان انا دايما عايز احل فالقنوات اللي مباشرة هي في منتهى الاهمية علشان اقدر اعمل مفاوضات اعمل اسقاط اخش على اوضاع انسانية استقبل الفلسطينيين عندي هنا افرز الموقف في مصر ان عندي انا مقدم 80% من مساعدات اللي بقدمها العالم طبع وده شكل يعني انا شايف ان شكل مش مقبول بالنسبة للعالم مش ليه شكل فاضح للعالم اه فاضح يعني انا كمصر اقدم حتى 20 صح والعالم يقدم 80 لكن يحصل العكس انا دولة ممرة على الاقل يعني انا يعني العالم كله والدول دي كلها تقدم عايشين في المئة بس ما هو يعني خلينا برضو قمنا مع بعض ونقول المشهد بكل ما فيه يعني عشان كده لما حد بيزاد على الموقع في المصري اه انا بحط الحقيق دي قصد المشاهدين عشان اه محد يزايد بقى انت قدامك حقائق دامغة لسه بقول الحاكم بارح طيرات دخلة في وسط الدرب ده كله في وسط المشاكل دي كلها وسط هذه الخطورة خلينا برضا يكون امين شيء سواريخ بتتضرب مش فيه حزب الله شغال صحيح ما هو انا هل تضمن السواريخ دي والامور دي وفيه قبة حددية بتصد ما هو وسط هذا المشهد العسكري اللي هو غير مسيطر عليه 20 ساعات بضربه بعض صحيح فبالك الباقيين اه بتلاقي طيرات جاية من الحسيين اه طيرات طالعة من ال من 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 ساعات من الفصائل اللي في سوريا وساعات من اللي في العراق نعم كل كل واحد بضرب بالاسلوب اللي هو شايفه في الوقت اللي هو شايفه في الحتة اللي هو عايز يضربها فطبعا هتلاقي المشهد المشهد العشوائي المشهد عشوائي اه انا وسط المشهد العشوائي ده انا داخل بطيرات اسقاط مش جوه قريب من حدود المصرية لأ ده ناخل جوه عند شمال غزة شمال غزة في العمر علشان عشان عشان اه 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 اسقط مساعدات وادوية وخلافه فدي نقطة لازم نقولها في المشهد المصري طيب ترجمة نانسي قنقر